جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصدر صباح اليوم أهلا بكم نبدأ جولتنا بصحيفة الأخبار ونطالع منها السيسي يرأس أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ بعد غد 49 دولة تشارك في القمة ومكافحة الإرهاب أبرز القضايا البنك الإفريقي للتنمية مصر حققت تفارات اقتصادية ومستمرون في دعمها التعليم تتلقى لاقترحات حول جدوى الثانوية العامة حتى الأربعاء ومن جانبها كتبت صحيفة الأهرام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ حدث تاريخي يجسد مكانة مصر على الساحة الدولية رئيس الوزراء يواجه بسرعة التسويق للمناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات لبدء التشغيل أما صحيفة الجمهورية فجاءت أبرز عنوينها كتالي امتحانات الثانوية العامة 9 يونيو البداية باللغة العربية واللغة الثانية آخر مدة الحكومة بالكامل في العاصمة الجديدة منتصف 2020 وزير الأوقاف ماذ الوقف خط أحمر لا تعامل بغير القيمة العادلة ومن صحيفة الشروق نطالع عن ظهر العالم التجهت لمتابعة ظاهرة تعامل الشمس على معبد رامسيس الثاني بأبو سنبل وزير الأوقاف يحذر من مخاطر السقوط الاقتصادي للدول ويطالب بزيارة الانتاج اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان مسرح بلا انتاج الدولية أما صحيفة اليوم السابع فكاتبت في عنوينها خمسة وزراء وثلاثة وعشرون سفيرا لدولة إفريقية شهادوا تعامل الشمس بأبو سنبل وزير الاتصالات مهرجان أبو سنبل يؤكد أمان مصر وترحيبها بضيوفها محافظ مطروح مشروعات خدمية وتنموية تواكب إنشاء محطة الضبعة النووية الأرصاد تقس مائل البرود على السواحل الشمالية اليوم واستغرى بالقاهرة 11 درجة ننتقل إلى الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت ملفات الهجرة والإرهاب والقضية الفلسطينية أمام القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ العرب والأوروبيون التفاهمات استغرقت 75 عاما قبل القمة الأولى خلال لقائهم بمقار الهيئة السياسية لتيار الصدر رئيس مجلس النواب العراقية وتحالف وسائرون يعلنان انتهاء ملف المناصب الحكومية بالوكالة في يونيو المقبل ونتابع من صحيفة الغاد الأردنية شرعية اليمنية تنتقد تركيز الأممية على التقدم الشكلية في تنفيذ اتفاق السويدة ووزير الإعلام اليمنية يدعو واشنطن لإدراج الحوثيين ضمن الجماعات الإرهابية الرئيس اللبناني ميشيل عون يطوق الخلافات برفع جلسة الحكومة قبل مناقشة الملفات السياسية التباينات في مجلس الوزراء شاملت ملف نزحين والعلاقات مع دمشق إلى صحيفة البيانة الإماراتية ومنها النار الصد النائب العام الإماراتي مواجهة الإرهاب ضرورة لحياة الشعوب الحوثي عرقل ملف الأسرى بأحكام الإعدام وبوادر انتفاضة في محافظة طيئب وضمانات أممية تدعم تطبيق اتفاق الحديدة البحرية الليبية إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعيا غرب ليبيا ومن أبرز عنوين صحيفة الخليج نطالع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج يدعو لحقن الدماء في الجنوب والمبعوث الأممي يبحث المصالحة المحلية مع وفد القبائل جهود مستمرة لإجلاء مدنيين من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا وبغداد تتسلم 130 من إرهابي التنظيم من قوات سوريا الديمقراطية إلى صحيفة عمان اليوم ومنها نقرأ صعوبات روسية تركية أمام اتفاق أضنى ومثلث الشمال السورية الأمم المتحدة تقترح ستة أسماء على قائمة الضامنين في اللاجنة الدستورية تحالف دعم الشرعية يدمر مواقع حوثية في حجوري والجيش اليمني يبدأ معركة فك الحصار بعد انسحابها الولايات المتحدة تقرر ترك مئتي جندي أمريكي لحفظ السلام في سوريا إلى صحف العالمية ونبدأ بصحيفة اندبندنت البريطانية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا ستتبنى تعريفاً لمعادات السامية يشمل معادات الصهيونية بريطانيا تسحب الجنسية من شاميما بيجوم الشابة التي انضمت تنظيم داعش في سوريا الجارديان البريطانية قالت في عنوينها تيريزاميت وجه أخطر ثورة في حكومتها الأسبوع المقبل مع استعداد نحو 25 وزيراً لتصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يستبعد الخروج بدون اتفاق قبل أيام من خطة قارة المعارضة لجلب مساعدات أجنبية ما دور يأمر بإغلاق الحدود الفنزولية مع البرازيل ومن صحيفة تايمز البريطانية نقرأ الإجراءات الأمنية المستخدمة للحفاظ على سلامة البلاد من مقاتل تنظيمات الإرهابية العائدين مكلفة للغاية والخبراء يتخوفون من السماح لمعظم العائدين من سوريا بالتجول بحرية انفصالي كتالونيا يحدثون الفوضى بسبب دعوتهم لإضراب عام احتجاجا على محاكمة 12 زعيما انفصاليا إلى الصحف الأمريكية ونتابع من واشنطن بوست قاضي فيدرالي يحضر على روجرستون الحليف المقرب من دونالد ترامب الذي يحقق معه في قضية تدخل روسيا في الانتخبات الأمريكية يحضر عليه الحديث عالنا عن القضية مزارع الولايات المتحدة يطالبون بزيادة تأشيرات العمال زائرين مع تضاؤل العمالة غير القانونية ما يعد انتصارا للبيت الأبيض لكنه يؤثر سلبا على أنشطة الزراعات الأمريكية ومن صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية نطالع القوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة المحاربة لتنظيم داعش في سوريا تسلم أكثر من 150 عراقيا للعراق وهي الدفعة الأولى لمجموعات قادمة مبعوث الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى يؤكد أن تفقية السلام الموقع بين الحكومة وأربع عشرة مجموعة متمردة يمكن أن تكون نقطة تحول في بلد تمزقه الصراعات وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الصحفية شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء